اشتركوا في القناة تلسلة تغريدات إلى احتمال تعرضها للأذى بسبب اقترابها من الخطوط الحمراء على حد وصفها كما أفادت المري بأنها قررت مغادرة قطر وأخذ جنسية أجنبية تؤمن الحياة الكريمة لأبنائها متهمة سلطات بلادها بإرجاع فريق قديم إلى السلطة التشريعية وذلك بهدف تعطيل أي إصلاح داخلي وتحدثت المري عن فشل كبير في إدارة ملف الانتخابات قانونيا وحقوقيا من قبل وزارة الداخلية القطرية وعن فشل في السيطرة على الحسابات المسيئة ومحاسبتها مشيرة إلى أن مكتب وزير الداخلية مغلق في وجه المواطنين ولا يستقبل خطاباتهم أو تظلماتهم ضد ممارسات الوزارة وأكدت في تغريدة أخرى إلى تعرضها للابتزاز ورفضها للمال من تحت الطاولة لإزالتها من قائمة المرشحين هذا ويواصل المواطنون القطريون المتضررون من قانوني الانتخابات والجنسية يواصلون التعبير عن رفضهم لهذين القانونين من خلال اعتصامات وتجمعات قابلتها السلطات القطرية بالمنع والفض كما تم اعتقال عدد من الرافضين للقانونين وقد عبر مواطنون قطريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم المساس بحقوقهم من خلال تلك القوانين كما وجهوا امتقادات حادة للإعلام القطري سيم قناة الجزيرة القطرية لتعمد تجاهل نقل مطالباتهم هذا وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن السلطات القطرية تستمر في انتهاكاتها ضد أبناء الشعب المحتجين خصوصا بعدما أقرت قانون مجلس الشورى المثير للجدل والذي يرسخ من العنصرية والتمييز بين أفراد الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر